السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم في فيديو جديد في الحقيقة ده مش فيديو جديد بس دي سلسلة جديدة لو تفتكروا وإحنا بنتكلم على سلسلة شرح مبادئ Power Query اللي معظم الناس اللي متابعان يعرفاها السلسلة دي قلنا في أولها أن دي حيكون بس مبادئ Power Query وعملنا فيها أكتر من 18 فيديو وحتلاقي اللينك بتاعها طبعا موجود في نهاية الفيديو ده وقلنا في المقدمة بتاعتها أن احنا بعد كده ممكن نفكر أن نعمل Advanced Power Query Series أو سلسلة Power Query متقدمة وتكون بتناقش موضوعات أكثر احترافية داخل Power Query وأول موضوع هنناقشه النهاردة موضوع Custom Functions أو الدوال المتخصصة طب إيه أصلا يعني إيه Custom Function Custom Function ده باختصار لو أنا عندي Query استخدمتها مثلا عشان أعمل ترانسفورميشن لديتا داخل تيبل معين أقدر بعد كده أحول الكويري دي إلى Custom Function أو دلة متخصصة وأقدر بعد كده لما يجيلي ديتا سات بنفس خصائص التيبل الأولاني أو مجموعة البيانات اللي جات دي في الأول أقدر أستدعي ال Custom Function دي وأخليها تنفذ نفس اللي عملته في الديتا سات الأصلية أخليها تعمل نفس الترانسفورميشن بشكل تلقائي وأوتوماتيكي وحنشوف المثال العملي بتاع النهاردة هيتكلم على الموضوع ده وحيتقسم إلى أربع أجزاء الجزء الأول هنشوف إزاي ممكن نحول الكويري إلى Custom Function وحنشوف بعد كده إزاي أستدعي ال Custom Function دي من داخل ال Power Query Editor كمان هنشوف إزاي ممكن أفاعل أو أستدعي ال Custom Function من داخل ال Excel Window العادية من غير خالص ما يكون جوه ال Power Query Editor وآخر حاجة هنشوف إزاي ممكن أستدعي أو أفاعل ال Custom Function من داخل Custom Column عندي جدول والجدول ده ممكن أضيف عليه عمود وفاعل ال Custom Function من داخل العمود ده يلا بسرعة على ال Excel ونشتغل مع بعض بشكل عملي على طول في المثال العامي النهاردة عندي جدول للمصروفات التشغيلية أو الأوبيكس موجود لو حاجة شايف كده في مجموعة من ال Columns أول حاجة عندي Account Number بعد كده Account Name والسنة والشهر وبعد كده عندي زي ما حاجة شايف مجموعة من ال Cost Centers Finance والMarketing والSales وهكذا وهتلاقي تحت كل Cost Center المبالغ لتخص كل أكاونت المطلوب مني ترانسفوميشن سريع جدا على التابل ده أن أنا أعمل Unpivot للخمسة Columns دول وخلي عندي بس Column واحد للValue وColumn تاني للCost Center طبعا هتلاقي قبل كده في السلسلية القديمة بتاعة Power Query Basics هتلاقي فيها فيديو بتكلم على Unpivot وهتلاقي اللينك بتاعه موجود دلوقتي ممكن ترجع له ده ترانسفوميشن سريع محتاج أعمله بس مش دي المشكلة الوحيدة المشكلة أن أنا كمان عندي زي ما حاجة شايف ده شهر يناير لو نزلت تحت شوية هتلاقي شهر فبراير وتحت شوية كمان شهر مارس فاللي عايز أعمله بدل ما أعمل ترانسفوميشن ده مرة واحدة بس لا أنا هعمل ترانسفوميشن وبعد كده أحول الكويري النتجة عنه دي أحولها إلى Custom Function ومن ال Custom Function دي ممكن بعد كده أديها بيانات شهر فبراير أو شهر مارس وتنفذ عليها نفس الترانسفوميشن البسيط اللي هو عملية Unpivot طبعا أنا قريدي أحول كل جداول دي إلى Tables وروحتي على Table Design هتلاقي الجدول اسمه Jan Apex وعشان طبعا أبدأ أشتغل على الكويري دي هروح على Data Ribbon وعلى الشمال حضرك هتلاقي Get and Transform هستخدم الايكون الشهير مكتوب عليه From Sheet لو دست عليه هو هيفهم ده جاي من Query هيفتح لي Power Query Editor وحلاقي دي بتاعتي موجودة جوه Power Query Editor على يمين حلاقي اسم Query جاي من اسم ال Table اسمها Jan Apex أنا ممكن أغيرها دي هتبقى Custom Function فأنا هسميها Data Cleaner وهي هتلاقي بعد كده خطوتين اللي تمهوا بشكل تلقائي أول خطوة استخدم الفنكشن اللي اسمها Excel.CurrentWorkbook علشان يجيب ال Data من ال Excel Table وبعد كده عمل Change Type ومعنديش مشكلة خلص اللي حاصل ده وبعد كده حابده أعمل Transformation بتاعي بشكل سريع حين زي ما قلنا عايزين نعمل خطوة واحدة بس اللي هي Unpivot للCost Center Columns فهيختار أول أربعة Columns حدوس على أول واحد وShift واختار الأخير وعمل Right Click وقول له Unpivot Other Columns انزل تحت خالص Unpivot Other Columns حيحول الخمسة عواميدي اللي كان موجودين أو الخمسة Columns اللي كان موجودين إلى Two Columns واحد اسمه Attribute ده عبارة عن الCost Centers ممكن أغير اسمه وعطول من الفومولا Bar Double Click وحكتب Cost Center وبعد كده الValue ممكن أخلي اسمها Amount طبعا أعملت كده بدل ما أضيف خطوة جديدة ان أنا أغير التايتل أو اسم الColumns كده خلاص أنا جاهز ممكن أقدر أحول بقى الفونكشن دي بعد ما عملت هذه الخطوات أنا عايزها ممكن أحول الكويري دي إلى Custom Function عشان أعمل كده يجب أن أجيب الكود الأصلي بتاع الكويري سأجد موجود فين؟ لو رحت على التابة اسمها View ستجدها Advanced Editor لو فتحتها ستجد المكود المكود اللي مكتوب به الكويري اللي هو عبارة عن التهات خطوات الحلقة شفتوهم هنا في Power Query Editor هو ده الكود اللي نشأ عنهم أو الكود اللي بينفذ الخطوات اللي حلقة كتبتها أو عملتها عن طريق الانترفيس بتاع الكويري الثانية Table.Transform والثالثة Table.Unpivot وهي دايما اسم الخطوة التي تعملت في الأول أول واحد اسمها Source الثانية اسمها Change Type والثالث اسمها Unpivot Other Column الكود بيبدأ بLet وبينتهي بإن وبعد إن بتحط اسم الخطوة الأخيرة وآخر خطوة اسمها Unpivot Other Column عشان كده الاسم ده موجود في الآخر زي ما حكي شايفو كده بالزبط طيب خطوة في line number one والخطوة دي عبارة عن إن أنا محتاج أعرف Variable يعني أيه Variable يعني حددك الـ Transformation دي حصل على Table معين جاي من Source وحاك شايفو ده لكن أنا المرة الجاية هديله Source تاني أو Data تانية فمحتاج أعرف Variable والـ Variable ده كل اللي لازمته إن هو يكون بديل عن الجدو الجديد لحده إزاي عرف الـ Variable ده ممكن أفتح قوس وابدي أي اسم أنا عايزه خد بالك أنا بعد كده حدي Table يعني المرة دي عملت Transformation على Table المرة جاي حدي Table جديد فممكن أدي اسمي يعبر عن الموضوع ده فممكن أسمي My Table أسمي Variable كده وبعد كده أعمل Space وعايز أديله تعريف للـ Type بتاع الـ Variable ده فحكتب بعديه As وأول ما حكتب As هتلاقي بقى بالأزرق معنى كده أن As دي Keyword هو فهمها تماما وعايز أقول له As Table نفس الكلام Table اتكتبت بالأزرق ومعنى هكتوب بالأزرق أن ده Keyword بتعبر عن ده Type اسمه Table يعني كل عملته قلتوله والله سيجيلك Variable الـ Variable ده عبارة عن Table وحنعبر عنه بالkeyword أو بالكلمة اللي اسمها My Table طيب علشان أبدأ أفهم القويري إن ده Function ما هيش Query محتاج كمان أحط علامة تانية مميزة هكتب Equal وبعدها أكبر من وكده على طول هيفهم إن اللي جاي بعد كده ده عبارة عن Custom Function مش وإن ولو نزيل تحت كده من Excel.Current.Workbook وده مش هيحصل في المستقبل لما أرجع أستدعي الفنكشن دي حدده أنا My Variable أو My Table as a Variable وحديهوله بشكل مختلف يبقى أول خطوة دي أنا مش محتاج أعمل لها Delete يبقى على طول اللي أنا محتاج التانسوميشن يبدأ من Change Type وبعد كده يعمل Unpivot Other Column خد بالك الخطوات بتاعة Power Query مبنية وعلى بعض يعني كل خطوة معتمدة على الخطوة اللي قابليها فهتلاقي مثلا في Unpivot Other Column دي الفنكشن اسمها Table to Unpivot Other Colum مبنية على الخطوة اللي قابليها اللي اسمها Change Type نفس الكلام الخطوة Change Type مبنية على الخطوة اللي قابليها اللي كان اسمها Source بالنسبة لChange Type Source ده عبارة عن إيه عبارة عن Table لأن خطوة Source دي بتنتج في الآخر Table في المرة دي بقى أنا عايز أشيل كلمة Source دي وقالوا لا المرة دي ما تاخد ش بقى Source خد الـ Variable اللي اسمه MyTable فلو كتبت له MyTable خد بالك وأنا بكتب هو فهم من ده Variable وبدأ اكتب معايا فخلاص هقول له والله حركة الـ Variable ده اسمه MyTable يبقى كده الفونكشن بتاعتي جاهزة لو قلت له Done اول ما عملنا Done زي ما حاك شايف الـ Data اختفت وكل موجود قدامي Enter Parameter بقى عايز البرامتر اللي انا بديهوله الاسمه MyTable طالب مني اديره البرامتر بتاعي حالية ما عنديش ولا Query الكويري كلها فاضية مافيش غير الفونكشن دي وطبعا لما خلها فونكشن خل قبلها بعد ما عملنا كل الخطوات اللي احنا عايزينها الوقت انا جاهز ممكن نروح على Home Close and Load خد بالك ما عنديش بقى Load To ماينفعش اعمل Load لفونكشن ما عنديش Option غير بس Close and Load لو عملت كده هتلاقي الـ Query connection pane فتحت وحتلاقي الفونكشن بتاعتك قابليها FX واسمها Data Cleaner ومعمولة Connection لاني زي ما اتفقنا ما اقدرش اعمل لها Load في اي مكان اخر دلوقتي انا عندي Custom Function اسمها Data Cleaner زي ما اتفقنا ووظيفتها انها ممكن تعمل Cleanup لأي Data بالفورمات اللي موجود قدامنا للتابلز بتاعت January أو February أو March أو أي تابل هايي بعد كده بنفس الفورمات دي وعايزين نشوف مع بعض ازاي ممكن نستدعي او نفعل Custom Function دي من داخل Power Query Editor فبداية محتاج اول حاجة وليكن مثلا التابل بتاع January محتاج اودي على Power Query Editor وانا مختار اي سال جوه التابل هروح على Data Ribbon وعلى الشمال هاختار الايكون بتاع From Sheet هيفتح لي Power Query Editor زي ما اتفقنا اسم التابل جاي من اسم الكويري Jan Apex وتحت هتلاقي خطوتين اول حاجة السورس استخدم برضو Excel Account Workbook وبعد كده Change Type انا مش محتاج Change Type لانها كده هتتعامل بال Custom Function فهمسحها باستخدام Red Axle المكان موجود على يمين وكده بقى عندي Table في خطوة واحدة انا كده لو فتحت هنا هلاقي ادي الفونكشن بتاعتي و ادي الكويري كمان محتاج اجيب شهر فيبراير فبدال ما اخرج برا وارجع ادخل تاني ممكن اعمل Right Click واقل Duplicate وارجع Rename Double Click واعمل Rename لإسم الكويري ممكن بدلا ما اسمها Jan Apex اخلي اسم الثانية Fib Underscore Apex واجي هنا من جوه Source من جوه فهم اللابور هنا بدلا ما هو باصس على name اللي اسمه Jan Apex او عطيب اسمه Jan Apex اخلي بص على Fab Apex ايه انا كده خلاص قدرت اعمل تغيير برضو هو انشأ خطوة اسمها Change Type ممكن Red X دي اطلعها بقى عندي Two Queries واحدة بصة على Jan Apex والتانية بصة على Fab وممكن اجرب بقى استخدم Custom Function فممكن اعمل كده ازاي ممكن اروح بقى على Custom Function بتاعتي وزي ما انت شايف بقى طالب مني Enter Parameter والبرامتر بيقول لك My Table يبقى الVariable اللي كنا مسميينه My Table محتاج ادخله Data او عبر عنه Data من Data الموجودة دلوقتي جوه Power Query فلو فرح Drop Down هلقى موجود Jan Apex و Fab Apex ممكن اختار واحدة فيهم ولتكن Jan Apex وبعد كده ادوس على Invoke اول ما هعمل كده على الشمال هتلاقي Query جديد اسمها Invoked Function ولو بصيت هتلاقي Data بتاعتك حصل ترانسفورميشن ادي Unpivot اللي كنا عاملينه وكمان الtypes كلها متزبطة عن طريق القري اللي اسمها Data Cleaner ممكن اغير اسمها بدل Invoked Function دي ممكن اخليها Jan underscore clean report مثلا او clean Apex وبعد كده انا رادي ممكن دول اعمل Loan Loading في حتة فممكن اختار Close and Load Close and Load 2 وهاختار Only Create Connection للتلاتة وبعد كده محتاج ألود بقى جان clean Apex دي ممكن اعمل لها load لوحدها فممكن اقف عليها واعمل Red Click مل Queezing Connection Pane واعمل Red Click واقول له لو سمحت اعمل Load 2 وممكن اقول له I-Stable New Worksheet وادوس على اوكي نبقى دي الديتا بتاعة شهر جانوري حصل لها clean up زي ما حراك شايف وشوفنا ازي ممكن نستدعي او نعمل Invoke من داخل Power Query Editor تعالى نجرب نعمل Invoke او نستدعي Data Cleaner دي من داخل Excel Sheet Window نفسها زي ما احنا فاكرين عندنا لوقت 2 Query موجودين أو 2 Table اللي هما Jan و Fab انا الوقت اعيز اعمل Clean Up لفاب كل هعمله هروح على Quizen Connection Pane Double Click اعمل Double Click على Custom Function اسمها Data Cleaner هيفتح الويندو دي ويقول لي Enter Parameter البرامتر اللي هو variable اللي اسمه My Table نفس الكلام هستخدم Drop Down Menu واختار Fab Underscore OPEX وقول له OK في الحالة دي برضو هيفتح Power Query Editor انا عملت Invoke من الExcel ويندو العادية ولكن فتح لي برضو Power Query Editor وسمها Invoked Function Data Cleaner انا ممكن برضو اغير اسمها اخليها Fab Underscore Clean OPEX وزي ما حلاك شايف ادي الديتا بتاعت شهر فبراير وبرضو اتعمل لها Clean Up ادي الCost Center و ادي الAmount والChange تعمل بشكل مباشر و الموضوع كله ما فيهوش اي مشاكل ممكن دلوقتي اعمل Close And Load Close And Load To هاختار برضو Table و هاختار New Worksheet وادوس على OK وبقى عندي Fab Clean OPEX وعندي Jan Clean OPEX وشفت ازاي ممكن اعمل Invoke لCustom Function يام من جوه Power Query اتر يام من جوه الExcel ويندو نفسها طب افرد دلوقتي انت عايز تعمل Clean Up لتلات Tables مع بعض مرة واحدة مش عايز تقعد تعمل Query لكل Table وكمان عايز كل Data تأتي تحت بعض مش كده بس عايز كمان لما يتضاف Tables تانية بنفس الشكل اللي استخدمنا في Custom Function لما يأتي Table بنفس الشكل ده هو كمان يتضاف Clean Up ويتضاف تحت Data اللي كانت موجودة قرية ازاي ممكن اعمل كده برضو عن طريق ان invoke Custom Function ولكن جوه Custom Column واتح نشوف الكلام ده ازاي انا اريد اروح على Power Query Editor خليني اختار Data Ribbon وروح على Get Data واختار From Other Sources وبعدين تحت خالص اختار Blank Query هيفتح Power Query Editor على يمين Default Name Queer Number 1 ممكن اغيره Double Click وتعني اديها اسم وليكن Clean Underscore Data وبعد كده اروح على Formula Bar عشان اكتب الفورمولا اللي هجيب بيها Source Data في الحالة دي انا عايز كل Tablets اللي موجودة جوه الExcel Sheet فهستخدم الFunction اسمها Excel.Current Workbook هبدأ اكتب Equal وبعدين اول ما هكتب Excel هديني Assistance اهو اول Function Accelerate Workbook لازم اقفل قوس وافتحه ممكن ادوس في اي حتة بره او استخدم علامة الصح هلاقي على طول Function اللي اسمها Accelerate Workbook جابت لي كل Tablets اللي موجودة جوه الExcel Workbook اول ثلاثة هما انا الديتا وآدي ديتا قبل بتعملها Cleanup لكن الاتنين اللي في الاخر دول بعد ما عملنا Cleanup اللي احنا كنا اشتغلنا في الجزء الاول من الفيديو عايز اعملهم Filter Out مفيش مشكلة هروح على Name وهاختار السهم لجنب اسم Name وهاختار Text Filter وهاختار منه اخر واحد تحت خالص Does Not Contain وليكن مثلا انا عايز اقول له اي حاجة مش موجود فيها كلمة Clean لان زي انت شايف الديتا اللي انا محتاجها مفيش كلمة Clean فممكن اقول له Does Not Contain واكتب كلمة Clean ولازم طبعا C Capital لان زي ما اتفقنا ان Power Query Case Sensitive هادوس على اوكي كده خلاص عملنا Filter Out لديتا احنا مش عايزين دلوقتي بقى انا عايز استدعي Data Cleaner اللي موجود على الشمال دي عايز استدعيها عشان تشتغل على تاة تيب الزول مع بعض وللحل الوحيد ان انا استدعيها جوه كولوم جديد ازاي اعمل كده اكيد هنروح على Add Column وحلاقي هنا حاجة ظريفة جدا اسمها Invoke Custom Function اول ما هاختارها هيفتح الويندو الظريفة دي هايقول لي عايز اسم New Column يكون ايه خليز ما هو Custom مفيش مشكلة مش هعمل بيه اي حاجة بعد كده هايقول لك اختار الفنكشن اللي انت عايز تعملها عندي فنكشن ما حسمها Data Cleaner اول ما هاختارها اخد بالك كمان غير اسم New Column خلي Data Cleaner على اسم الفنكشن مفيش مشكلة برضو على الشمال هنا عندي Two Options يا اما حديره Table Name يعني لو اختار Table هنا حدير Options اللي موجودة ايه اسمي Tables الموجودة ده حل من الحلول يا اما لا والله هقول له انا عايز Column Name ليه بقى Column Name لان زي ما انت شايف انا عندي Tables اللي انا محتاجها جوه ال Table ده موجودة في ال Column الاسم Content فلما اختار من هنا Column Name اقدر من هنا اختار Column هعمل لي Column جديد اسمه Data Cleaner وتحت تلاتة Table جداد ولو اختار من العليمين هنا هتلاقي ال Data زي ما حراك شايف معمول لها Cleanup ادي Unpivot اللي حصل ادي Data الاصلية هنا لما اختار هنا Colum الكتير ولما اختار هنا في ال Column الجديد هلاقي الخمسة Column اتبدله باثنين Column وحصل عملية Unpivot زي ما اضافية بدل ما استخدم Invoke Custom Function ممكن استخدم Add Custom Column يفتح لي Custom Column Window نفس الكلام ممكن اسيب الاسم Custom مفيش مشكلة وممكن ابدأ اكتب ال Query باداية او اكتب ال Function باداية ال Function اسمها Data Cleaner اول ما اختب كلمة Data هو كميلي هو عارف ان فيه Function اسمها Data Cleaner ممكن اختارها بالماوس وافتح القوس وبعد كده هاختار له العمود اسمه Content double click عليه عشان يروح في مكانه وبعد كده اقفل القوس وادوس على اوكي اديني هو اضافت عمود اسمه Custom ولو حرك كده وقفت هنا هتلاقي نفس الكلام طبق ال Custom Function عاد 3 Tablets يبقى الخطوة الاخيرة ممكن اعمل Expand لاي عمود من دول انا طبعا ده تكرار بس عشان Columns وبعد كده اعمل Expand ما تنساش تعمل Uncheck Use Original Column Name as Prefix وبعد كده ادوس على اوكي اخر حاجة محتاج اعملها لان انا نظبط ال Data Types ان اخد بالك هنا كل Data Types مش متظبطة بعد عملية Expand فحروح وانا مختار كل ال Table كل ال Columns هروح على Transform واختار Detect Data Type هيزبط لي على طول كل Data Types بعد كده Home هدوس على اوكي هيبقى عندي Query جديدة فيها كل ال Data تحت بعض ممكن تبص هنا في Filter ادي التلات شهور لو رحت عادت الاصلية وانزل تحت خالص مثلا وعملت اختارت شهر مارس وعملت Control A مرتين عشان تختار ال Table بالكامل وبعد Control C انزل تحت Control V وتعال نغير March دي هاختار أول سير في Column وانزل Shift Control وسهم التحت وبعد من Formula Bar هغير واخليها April و Control Enter عشان اغير العمود بالكامل وبعد كده نروح على Table Design ونزل وانزل وانزل Enter نرجع Data Clean Add Table Output Right Click Refresh روح بص على Filter شهر April إضاف انت كده لما زودت Custom تجيب كل Data مع بعض تحط ها تحت بعض ودات تنظف كلها في حركة واحدة بدل ما تصار تعمل Query لكل Table لواحده وبكده نكون وصلنا للهات الفيديو لو عجبك لو سمحت تعمل لايك واشتراك في القناة واسب لي تعليق وهتلاقينا بعض اللينكات المهمة ممكن ترجع لها عشان تستفيد من الفيديوهات القديمة اللي عملناها قبل كده والسلاسل المختلفة اللي اشتغلنا عليها شكرا جدا لوقتك وارغو كونوا استفدتوا واشوفك في الفيديو الجاي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته